اللي من اللي فاته كان فيه خناقة ملهاش لازمة بجد يعني نادي الأهلي شرفنا ويعني ورفع راس الكرة المصرية بعد إحباط شديد وخد بطولة السوبر بفوزه على الرجاء المغربي مباراة الأهلي قدر فيها يعمل اللي بيعملوا دايما أنه يكسب وعلى فاكرة بالمناسبة كانوا بيعملوا على جوجل الكلمات أكثر كلمات دالة يعني أكثر كلمة كانت دالة في عشرين وواحد وعشرين الأهلي يتصدر يعني في واحد وعشرين جوجل بيقولك إيه الكلمات يعني الناسبة الأهلي يتصدر فالآهلي دايما في واحد وعشرين كان بيهتصدر وفي عشرين وفي تسعتاشر دايما الأهلي بيتصدر وده يعني تاريخ مهم يعني فالآهلي قدروا في مطش صعب الجمهور المصري في الاستاد السولية تعور قبل ما ينزل قبل ما المطش يبتدي ظروف صعبة كتيرة لكن الأهلي يدر بدربات الجزاء إنه يحسم المباراة وجي الشاب بتاع المغرب شاط الكرة في السمن والآهلي كسب جميل احتفالات وسعادة وكل حاجة إخوانا بتوع الرجاء لبسوا عالم المغرب والمصريين فيهم أغلبهم لبسوا العالم المصري في واحد أو اتنين لبسوا عالم فلسطين يعني حسين الشحاد لبس عالم فلسطين وتصوروا هو وعدد من اللعيبة بعالم فلسطين إيه المشكلة؟ هي فلسطين دي مش بتاعتنا هي فلسطين دي مش أرضنا مشاعر جميلة يبدو إن العالم أو الإعلام فلسطين كانت موجودة جوة المدرجات حد حدف ليهم العالم وخصوصا إن حسين الشحاد كان خرج فالراجل نزل ارتدى عالم فلسطين دي حاجة دايقة مش معنى كده إن حسين الشحاد مش مصري مش معنى كده إن اللعيبة دي ما بتحترمش عالم مصر مع عالم مصر كان موجود إنما عالم فلسطين هو العالم يعني تقريباً الوحيد اللي ممكن أحطه جنب عالم مصر يعني دايماً هتمسك عالم مصر إنما لو معاك عالم فلسطين حاجة ما تدايقش وأنا مش شايف إن فيها شيء يعني سيبك بقى من النواية إني بيفكروا إزاي لا لا أنا بتكلم في الشكل العام اللازي ظهر لقيت البلد اتقسمت اسمين اسمي قال لك أيوة وفلسطين وبرافو حسين الشحاد واسمي تاني قال لك لا إيه اللي أنت بتعمله ده ده عالم مصر ما تشوف بنون لابس عالم إيه يا عمي مش مش مشكلة يعني أصد عالم فلسطين ده يفضل غالي على فكرة عالم فلسطين مش بتاع حماس أنا بقول لكم على بلاطة عالم فلسطين بتاع العالم العربي كله يعني فيه ناس يقولك أيوة حماس يا عم لا مش بتاع حماس ده بتاع فلسطين بتاع الأرض اللي احنا كلنا بنحاول فتصرف جميل أنا مش شفتش فيه شيء يستدعي الخناء إنه الناس ديت جايز المجال مش مجال يعني إن انت تحط العالم ده أو لا مجايز جاي حد ممكن يقول كده إنما أنا رأيي إن كانت لفتة طيبة وشيء جميل إن انت في محفل كبير زي ده الناس برضو تتذكر عالم فلسطين إن ابنك وقاعد جنبك يقولك يا بابا ده مش عالم مازل تقوله لا يا حبيب ده عالم فلسطين تفكروا دايما احنا فيه أرض مغتصبة فيه بلد لازم نحررها فيه شعب بيعاني ما كانش عندي مشكلة إن حزين الشحات لابس عالم فلسطين خالص بل بالعكس بردا وسلاما وشيء يسعد وشيء جميل واللعبة تتصور معاه ماشي هم عايزين إيه ده موضوع تاني بيفكروا في إيه ده موضوع تالي إن كل واحد دخل بقى في النواية عصدول بيقلده ومش عارف إيه عصدول لا يا عم أنا الناس هو يعني حزين الشحات لو ما كانش لبس عالم فلسطين كان حد يقوله أنتم ملبستوش ليه هو حس إن حد تداله العالم حربته عليه بيحب فلسطين جميل كلنا بنحب فلسطين كلنا عايزين القضية الفلسطينية بعوني الله إن شاء الله تتحل وإخواننا في فلسطين ما تربطش فلسطين والعالم الفلسطيني بمشاكل كتيرة حصرت في السنين اللي فاتت مع أطراف مختلفة مش عايزين ندخل فيه إنما تظل فلسطين عربية تظل فلسطين رمز تظل فلسطين في الوجدان تظل القدس عربية يظل الحلم إن أنت تتحرر القدس يظل دايما قلبك بيتقطع عما تسمع إنه فيه راجل عجوز أو سيدة مسنة أو طفلة تم إصابتها أو قتلها واستشهدت في الأرض المحتلة كل هذا الأمر بيتحرك جواك فيعني هذا الأمر هام جدا وأنا أرجو أنه ده مش شيء نختلف عليه ممكن نختلف على مليون حاجة تانية بقى مليون حاجة تانية في الكرة في إيه اللي بيحصل إيه الحكاية إيه الموضوع كل ده ماشي وهو موسيماني مدرب كويس ولا مش كويس كل ده نقعد نتكلم فيه إنما الأهلي شرفنا الأهلي عمل أداء عظيم الأهلي بطريقته التاريخية المعتادة النهايات السعيدة يعني النادي الأهلي هو نادي النهايات السعيدة فيه نوادي تانية هي نوادي النهايات التعيسة فالنهاية السعيدة اللي عمل النادي الأهلي ده أنا وأنا قاعد مواطن وحاجة تعرفوا إن أنا زمال كوي أنا فرحت جدا لما الأهلي كسب فرحت جدا بالليجوان وهي بتخش في كل واحد هو بيركن وعصابه يعني في تلاجة لأنه كان عندنا ذكرى قليمة قبلية إن أنت لسه نص الفارقة دي خرجت بضربات الجزاء يعني نص اللي بيلعبوا دول اتعالجوا نفسيا عشان يعرفوا يعني الشناوي ده شخصيا القائد الجون العظيم ده كان عنده مشكلة قبلية بأربع خمس تيام فإنه يقف تاني ويتصدى ويبقى موجود وسابت كل الكلام ده ولما أفشة راح سلم على اللعيب برضه دي حركة من أفشة جميلة يعني بصوا جماعة الرياضة رقي سمو ارتفاع لما أفشة راح سلم على العيب بتاع المغرب اللي ضيع وطيب خطره كده ولا يهمك وبتاع أفشة عايز يقول له متشكرين طبعا إنما المهم يعني قال له ربنا معاك وما تزعلش وكده وخير فخير بس احنا خدنا سوبر وراح جاري مهم فأنا ما كانش عندي أي مشكلة في موضوع العالم أنا شايف إن ده شيء جيد شيء إيجابي شيء مش يعني مش خطر لأن في ناس قال لك خطر ودول تبع مين وده زي إيه أنا بصراحة ما بحكمش عن ناس بالنواية أنا المنظر العام كده من غير ما شوف النية إيه ولا مين كلمه ولا مين كل الكلام اللي تقال ده مشهد راقي جميل شكرا للنادي الآلي على المكسب شكرا على اللفتة القومية العربية اللي كاس العرب ده كان جزء منها يعني بصراحة كلكم عارفين وأنا قلت الكلام ده كتير عمرنا ما تخيلنا إن كاس العرب اللي كان قبل المطش ده بكم يوم حيبقى ليه هذا الإقبال حيبقى ليه هذا التكاتب حيبقى ليه الجماهير ويا بعض الجزاريين والمصريين والتوانسة يعني والقطريين والإماراتيين والسعوديين كلهم عاديين في حتة وحدة ويبقى في حاجة اسمها كاس العرب تحت قيادة الفيفا ويكون سخن كده إن احنا بنتابعه لآخر ماتش يعني آخر يوم حتى لو بتكلم عن الجمهور المصري إنت كنت بتتابع المركز الثالث والرابح فشي جميل مبروك النادي الآلي في السوبر وإن شاء الله نشوفهم آه ويعني كفاية إنه وده بيأثر فيه قوي مصريين اللي عايشين بره هو بييجي يعني معلش هو الموضوع يبان كبير شوية هو بييجي ياخد ابنه معه الملعب عشان يقوله تعالى نشوف مصر فالواد عايش في مصر يعني هو فيه عيال اتولدت هناك بره فيه ناس بتكافح عشان لهم بتنعيش بره بقى لها سنين فهي دي بقى مصر يا بابا أيوا هي دي مصر شوف مصر كيز يعني أنا بمبسط لفرحة الطفل أنا بمبسط لفرحة المصريين اللي هناك اللي هو داخل الشغل التاني يوم اه ايه احنا كسبنا اه لا لي وا لي حاجات كتب فالف مبروك وانا مش شايف فيه اي معنى للخناقة دي احنا محتاجين نقرب منبعيتش يعني فعلا ده موضوع اهم جدا اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة